موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشط الأخبار أهلا بكم البداية بالشأن الفلسطيني موسيقى نسهل النشرة بالتطورات والوضع الميداني في فلسطين حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب أخرون فجر اليوم الأحد بعد استهداف طيران الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم التاسع عشر بعد المائتين من حرب الإبادة المتواصلة وأعلنت مصادر طبية عن وصول شهيدين وخمسة جرحة إلى مستشفى المعمداني بعد إطلاق نار كثيف من طائرات الأباتشي على الأطراف الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة هذا واستهدفت ثلاث غارات منازلة للمواطنين في محيط مسجد حسن البنة ما أسفر عن سقوط شهيد وست إصابات على الأقل في غضون ذلك تم انتشال جثماني الطبيب محمد نامر قزعاط ونجله الطبيب يوسف بعد استهدافهما في غارة بمدينة دير البلح وسط القطاع استشهد تسعة عشر نازحا فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة إثرى قصف الاحتلال الصهيوني لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة وشهدت جباليا منذ مساء السبت حركة نزوح واسعة بفعل شن القوات الصهيونية لعمليات قصف مكتف واستهداف مباشر للمدنيين بالرصص الحي والطائرات المسيرة كما انتشرت آليات الكيان في جباليا ومخيمها بالتزامن مع ورود أنباء عن استعدادها لتنفيذ عملية اشتياح بري للمنطقة قدرت وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا نزوح أكثر من 150 ألف فلسطيني من مدينة رفح بعد اشتياح قوات الاحتلال الصهيوني شرق المدينة وذكرت مسؤولة قسم الإعلام لدى الأونروا لويز ويتريج في منشور على منصة إكس أن 300 ألف فلسطيني على الأقل تأثروا جراء توسيع قوات الاحتلال الصهيوني تعليمات إخلاء مناطق سكنية في أنحاء قطاع غزة كل مكان تنظرون إليه غرب رفح هذا الصباح تشاهدون حزم العائلات لأمتعتهم وشوارع خالية إلى حد كبير الأونروا تقدر أن 250 ألف شخص نزحوا الآن من رفح تم إصداروا أوامر إخلاء لمناطق جديدة نحو وسط رفح في الجنوب وجباليا في شمال غزة 300 ألف مواطن على الأقل تأثروا جراء توسيع قوات الاحتلال الإسرائيي تعليمات إخلاء مناطق سكنية في أنحاء قطاع غزة باتجاه وسط رفح جنوبا وجباليا شمالا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتراش اليوم الأحد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية غوتراش في كلمة مستجلة بثت خلال مؤتمر دولي للمنحين في الكويت أشار إلى أن العدوان على غزة خلف مأساة إنسانية مروعة يحتاج الفلسطينيون لقطع طريق طويلة وإلى الكثير من المساعدات من أجل تجاوزها اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع بيانا صحفيا بادرت به الجزائر يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيها حول المقابر الجماعية في غزة البيان شدد على ضرورة تحديد الظروف وراء هذه المقابر التي لا تزال تكتشف في قطاع غزة مظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة القتل الصهيونية كما تم التأكيد على ضرورة السماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان الذي تم اعتماده عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر تلتاء الفارط حول المقابر الجماعية في غزة عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين ناصر والشفاء بغزة وحولهما حيث دفنت مئات الجثث بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن كشف الدفاع المدني الفلسطيني في غزة السبت أن أكثر من عشرة آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض لم تنتش الجثة منهم إلى حد الآن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أكد في تصريحات صحفية أن الهيئة تعمل منذ أشهر بوسائل بداية نظرا لتدمير الاحتلال سبعين إلى ثمانين بالمئة من مقدراتها مع إبادة تسعة وستين فردا من أعضائها ما يصعب أداء مهامها في إسعاف وإنقاذ ضحايا العدوان على القطاع المتحدث ناشد المجتمع الدولي والمنظمة الإنسانية وضع حد لهذا الوضع الكارثي هو التوفير الحصانة والحماية للمسعفين أدوى تواصل قوات الاحتلال السهيوني إغلاق معبر رفح البري عبر الحدود مع مصر ومعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطع غزة وأدى التوقف الكامل لحركة تنقل المسافرين عبر معبر رفح لليوم السادس على التوالي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور وسط تخوفات من مجاعة وخطر حقيقيين من أين نطعمهم؟ تتساءل أم محمد وغيرها من الفلسطينيين في مخيمات النزوح بعد إغلاق معبر رفح شريان الحياة للغزاويين وآخر باب كان مفتوحا لمرور المساعدات الإنسانية أغلقه الكيان الصهيوني إمعانا في حرمانهم من الغداء وتكريسا لحرب الإبادة والتجويع في حق الفلسطينيين لأنه إذا سكر المعبر حنموت من الجوع وإحنا بيقول يا رب ما يسكر المعبر لأنه كل حياتنا وعيشتنا على المعبر مبنية لأنه معبر رفح هو اللي بدخل كل المساعدات يعني من ناحية العلاج من ناحية الأكل من ناحية الملابس الخيام كل إشيه حتى الأكل يعني شوف يعني له معبر رفح هلأ أربعة أيام مسكر يعني إذا ضلوا هيك إيش بدنا نعمل عمال الأكل عماله بشيح من عيننا هل يتبع التسكير المعبر ولا إيش بيعطونا معبر رفح المنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين والجرحة مغلق لليوم الخامس على التوالي فيما تواصل قوة الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم التاسع مع وقف تام لدخول المساعدات الغذائية والطبية ما يندر بالموت جوعاً كما حدث في شمال القطاع إحنا خايفين من المجاعة لأنه عنا أطفال وعنا مرضى وعنا عينين عنا ناس اختيارية بتتحفض كمان عرفت عليه هذا البنامو بعانه في خيام في خيام نزاح يعني نحن في رفح متأكدين مئة في المئة حتصير عنا مجاعة زي الشمال لأنه نحن بدين هدينا صار خط وصار رقو وفي كل نتفة شوى هذا صار في رفح الجوع كافر إيش ما تلاقي حتاكل ولا لا حتاكل إيش ما اللاي حناكل لكن السك الجوع طيب بالوقت هذا كانت غزة فيه الخبازة والحميض طيب إحنا عليها بوقت صيف فيش إشي حيبق بالأرض تلم وتاكله تتكدس شاحنات المساعدات على الجانب الآخر من معبري رفح وكرم أبو سالم رغم دق المنظمات الأممية والدولية ناقوص الخطر ونداءاتها لفتح المعبرين لكن الاحتلال يواصل جريمته بقطع كل الطرق التي قد توصل أي إمدادات للغداء والدواء للفلسطينيين مع استمرار اجتياح رفح الملاد الأخير لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني نازح من شمال ووسط القطاع يحيشون دروفا إنسانية متضحورة جدا في ضل العدوان المتواصل على غزة منذ السابع أكتوبر الماضي حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من نفاذ المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة اليوم الأحد مع إغلاق المعابر المؤدية إلى مدينة رفح جنوبية القطاع وطالب رئيس أوتشا جورجيوس بيترو بولوس في مقطع مصور نشره المكتب الأممي عبر حسابه على منصة إكس بالإدخال الفوري للمساعدات والوقود الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور نظرا لإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح أو عدم أمانها المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة لدى برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ستنفذ غدا نطالب بإدخال فوري للمساعدات والوقود استشهد فلسطيني وأصيب آخر صباح اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم بلاطا شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب سامن ناصر مانا ذي السابعة والعشرين عاما متأثرا بإصابته بالرصاص الحي حسب ما أفدت به وكالة الأنباء الفلسطينية من جهتها كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمها نقلت إلى المستشفى فتى يبلغ من العمر 16 سنة أصيب في الظهر برصاص الاحتلال وكانت القوات الصهيونية قد اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس ومخيم بلاطا وأطلقت النار تجاه الفلسطينيين اعتبرت الجزائر أن قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك بالنظر إلى المسعى الرامي لتحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الخارجية الجزائرية في بيان صدر السبت رحبت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لأعضائها قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة واعتبرت أن اعتماد هذا القرار التاريخي يؤكد توافق المجموعة الدولية باعتبار أن قيام الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلقة وهدف أي عملية سياسية جدية تضع نصب مآربها تسوية الصراع بشكل عادل ودائم ونهائي وأنها نتاج إجماع دولي لا تشوبه شائبة وأكد البيان أن الجزائر تتطلع بمواصلة جهودها في مجلس الأمن لتكريس الإجماع الدولي حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة باعتباره السبيل لحل القضية الفلسطينية واستعادة السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط يشكل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على مشروع القرار بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية تمرت المساعد التاريخية للجزائر في تمكين الشعب الفلسطيني في إقامة دولته كاملة السيادة وتحركاتها غير المسبوقة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي لتحقيق هذا المسعى منذ بداية عهدتها في جنفير الماضي هي معركة تخوضها الدبلوماسية الجزائرية لصالح نيل فلسطين العضوية الدائمة في الأمم المتحدة معركة لن تقبل الجزائر بالهزيمة فيها حتى وإن طالت فإدراكها بالأهمية البالغة لانضمامها جعلها تحاول من دون كلل أو تعب كسب تأييد الدول المؤمنة بالعدالة وحق الشعوب في نيل الحرية من أجل تصويت لصالح قرار الانضمام أؤكد أن الجزائر ستعود قريباً لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى في ضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضواً كاملاً عضواً كاملاً وسيداً بالأمم المتحدة انضمام سيكون بمثابة اعتراف صريح بدولة فلسطين وسيسمح بأن تكون قضيتها ضمن أولويات المناقشات الدولية لفضح جرائم الكيان الصهيوني ومخططه المتسوس الرامي إلى التهجير القصري للشعب الفلسطيني العودة إلى أروقة الهيئة الأممية يحيلنا لتسليط الضوء على الجهود المتواصلة للدبلوماسية الجزائرية على مدار سنوات خلت من أجل نصرة القضية الفلسطينية وعملها المكثف حالياً داخل قبة مجلس الأمن منذ توليها العضوية غير الدائمة بداية العام الجاري رافعت الجزائر حينها من أجل دفع المجلس إلى تبني قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار مسعى تكلل بافتكاك تأييد ساحق من دول صوتت لصالح القرار لتدخل الجزائر في معركة دبلوماسية جديدة تهدف إلى تمكين فلسطين من العضوية الدائمة في الأمم المتحدة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة ما هو إلا تتويج لمسعى الدبلوماسية الجزائرية التي ستواصل نضالها من أجل تمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الهيئة الأممية بقرار من مجلس الأمن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الاجتماع التشوري الأول لقادة الجزائر تونس وليبيا بالخطوة الهامة في سبيل التأسيس لآلية جديدة خاصة بالدول الثلاث في ظرف حساس تمر به المنطقة المجلة وفي افتتاحيتها للعدد الخاص بشهر ماي الجاري أكدت أن الآلية التلاتية من شأنها أن تمكن من تنسيق المواقف بين الدول المغاربية وتعميق الجهود وتكتيف التشاور وتعميقه لرفع جملة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بفعالية خطت الجزائر فضلا عن الاتصارات الدبلوماسية المتتالية التي أحرزتها في الأوينة الأخيرة خطوة هامة بمعية الشقيقتين تونس والليبيا على نهج التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول المنطقة في ظرف حساس تمر به منطقتنا وفي ذل تطورات خطيرة على السعيد الإقليمي وأزمات دولية غير مسبوقة تستلزم تنسيق المواقف بين دول المغرب العربي وتعزيز الجهود وتكثيف التشاور وتعميقه لرفع جملة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بفعالية الإفتتاحية وأكدت أن الآلية التي الجديدة من شأنها أن تقطع الطريق نهائيا أمام التدخلات الخارجية وما ينجر عنها من مخاطر على دول المنطقة أهم ما يحسب لهذه الآلية أنها ستقطع الطريق نهائيا أمام تدخلات الخارجية وما ينجر عنها من مخاطر على دول المنطقة التي تصر على تمسكها المشروع باستقلال قرارها الوطني وإقامة نظام دولي متعدد الأطراف وعلاقات دولية تستند لمبادئ التعاون والتضامن والعدل ومساواة جميع دول المعمورة أمام القانون الدوري خلافا لما هو حاصل حاليا حيث تعد سياسة الكيل بمكيالين وأزدواجية المعايير هي السائدة والطاغية في معالجة النزاعات على المستوى الدولي سيسمح هذا اللقاء التشاوري لدول المنطقة بإسماع صوتها الموحد في المحافل الدورية مجلة الجيش الجزائرية أكدت استعداد أفراد الجيش الدائم لصد أي تهديد قد يستهدف البلاد والسيرة على نهج التقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار يواصل جيشنا الوطني الشعبي تأدية مهمه بتفان وإخلاص للذود عن الوطن ولسان حال أفراده يقول إننا على استعداد دائم لصد أي تهديد قد يستهدف بلادنا متسلحين في ذلك بالجاهزية العالية لحاداته المختلفة والقوة الضاربة التي اكتسبتها وهي صفات لا يمكن لشعب نواع اكتسبها أبا عن جد إلا أن يحبط كل المخططات العدائية ويسير على نهج التقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار في مالي أوصى المشاركون في الحوار الوطني بتمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى خمس سنوات وطالبوا رئيس المجلس العسكرية الانتقالية العقيدة سيمي جويتا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وأشار مقرر لجنة الحوار الوطني في مالي بوبكر سو في بيان ختمي تلاهو عبر تلفزيون الرسمي الجمعة إلى ضرورة أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيدة سيمي جويتا مترشحا للرئاسيات المقبلة كما تضمنت التوصيات المعلنة بتقليص عدد الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد وفتح المفاوضات مع الجماعات المسلحة المالية فضلا عن حل جميع الميليشيات المسلحة على التراب المالي حسب نص البيان ثامنا إعادة قراءة القانون 04038 المؤرخ في الخامس سوء 2004 بصغتها المعدلة المتعلق بالجماعيات من أجل إضفاء الطابع الأخلاقي على شروط الإنشاء والإدارة وتعزيز أحكام الاتفاقية الإطارية مع الدولة تاسعا مراجعة مثاق الانتقال عاشرا تمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى خمس سنوات تشجيع ترشيح العقيد أسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة إثنى عشر ترقية العقيد أسيمي غويتا إلى رتبة جنرال فتح حوار عقائدي مع ما يسمى بالجماعات الجهادية المسلحة ودعوة العلماء الماليين إلى تحديد المجموعة العقائدية المدعوة للحوار مع هذه الجماعات كما تعهد غويتا في كلمة ختمية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الدؤوب للتوصيات مع مراعاة استمرار الدفاع عما سماها المصالح الحيوية لمالي كان الهدف المحدد لهذا الحوار هو التشخيص أسباب النزاعات داخل المجتمع وفيما بين الطوائف من أجل وضع هيكل سلام مستدام وخياطة النسج الاجتماعي وتعزيز العيش معا ويتمثل التحدي الذي واجهه هذا الحوار بين الأطراف المالية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية ويصرني أن أشير إلى أن الماليين قد فاهموا ذلك جيدا وأخذوا زمام العملية ومما لا شك فيه أن الحوار بين الأطراف المالية سيكون قد أوفى بكل وعوده ونحن ننظر الآن بأمل كبير في إيجاد حل دائم لمشكلة السلام والمصالحة في بلدنا دون تدخل خارجي من جانبي أحث السلطات الانتقالية على اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ والمتابعة الدؤوبين للتوصيات التي قدمتموها نيابة عن الشعب المالي في شأن آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن قواتها سيطرت على ست قرى في شرق أوكرانيا وأفدت الوزارة في بيان نشرته على التليجرام بأن قواتها سيطرت على قرى بوريسيفكا وأوغيرتيف وبيليتيفكا وبيلنا وستينيتشكا في منطقة خاركيف قرب الحدود مع روسيا إضافة إلى قرية كيراميك في منطقة دونيتشك أجل مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا وأفد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف السبت أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي إن معارك عنيفة تجري على طول خط الجبهة في منطقة خاركيف التي تقع في معظمها تحت سيطرة قوات كييف منذ سبتمبر 2022 أعلنت روسيا مقتل شخصين وإصابة آخر في إقليم بلغرود وكورسك على الحدود الروسية مع أوكرانيا إثره هجومين بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين وذكر حاكم منطقة بلغرود في بيان نشر عبر تطبيق التليجرام أن رجلا لقي حتفه وأصيب آخر بعدما نفذت طائرة مسيرة أوكرانية هجوما على شاحنة متوقفة في قرية نوفوسترويفكا بيريفايا الحدودية وقال حاكم منطقة كوروسكا المجاورة إن مدنيا توفي في المستشفى بعد إصابته في غارة بطائرة مسيرة على بلدة سوجة الحدودية ختم النشرة شكرا لكم تبقى الروابط الإلكتروني للقناة في الخدمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر